فتوفي تعريف مبدئيا للطاقة السلبية أو الشخص السلبي في العلم طيب احنا عارزيني بتيه كده بمقولة كده لطيفة بتقول ايه ان فكر سلبي لا يؤدي الى حياة ايجابية والفكر السلبي يعني احنا دايما البني ادم لابد منصنفه عنده مشاعر ايجابية وعنده مشاعر سلبية مشاعر الايجابية هي السعادة ده نعتبر اشهر المشاعر الايجابية للأسف المشاعر السلبية تقع كتير قوي الخوف الغضب النفور يعني عندنا حاجات كتير جدا سلبية بس ده مشاعر انسانية اما الفكر بقى الشطارة بتاعتك انك تعمل ايه تحاول انك انت تركز على المشاعر الايجابية زي الفرح او السعادة وتعمل كنترول او سيطرة على المشاعر السلبية لو ما قدرتش تعمل كده يعني انا هقولك حاجة عملها شارلت شابلن وشوف يعني نجوم الكوميديا لما يكون عندهم فكرة راقب يبقى دوني شكلها ازاي شارلت شابلن عمل حاجة لطيفة جدا جاب مجموعة من الناس وقالوا قدامهم نكتة فالناس دحجت كرر نفس النكتة مرة تانية فعدد قليل جدا من الناس دحك كررها مرة تالتة حاجة دحك خالص فقالوا طب ايه الرسالة اللي انت عايز توصلها قال لهم زي ما احنا بندحك على الحاجة الحلوة مرة واحدة بس مفروض نبكي على الحاجة الوحشة مرة واحدة بس احنا بناعملش كده احنا بندحك على الحاجة الايجابية مرة واحدة بس وبنبكي على الحاجة السلبية مئات المرات يعني مثلا الاسبوع اللي فات لما حصل فكرة الاختلاف في سعر الدولار والزيادة اللي حصلت في الدولار الناس قاعدة لغد ورأت يا رتني اللي هو فكرة طب انا كنت حاول لو ما كنتش بيعت الدولار اللي كان معاية لو كنت غيرت الدولار خلاص هو ده موقف وحاجة وانتهت ليه نقعد نفكر بشكل سلبي طب ما تشوف دلوقتي ازاي انت تقدر تحاول تستفيد من المرحلة دي ومن الظروف الصعبة دي انك تطلع بشكل ايجابي وحصلت مع ناس كتير جدا يعني تحطوا في الظروف صعبة والظروف الصعبة دي يعني لو تفتكر فرانكلين روزفيلد رئيس الامريكي الاثنين وثلاثين عنده جملة حلوة قاوي يا ريت مشاهدين يركزوا فيها قالي البحور الهادئة لا تصنع قبطانا مهارا شايف الجملة حلوة ازاي لو انا قبطان على سفينة وعمر ما حصلت عاصفة عمري ما هبقى قبطان ناجح لكن انا هبقى قبطان ناجح امتى لما تعرض لعواصف كتير جدا فباللغة العمية كده عظم ينشف واقدر اتحمل احنا دائما بنبص للظروف الصعبة عن ان هي كوارث بص طالما ده واقع احنا دلوقتي في ازمة عالمية ازاي انا اعرف اتكيف مع هذه الازمة واستفيد منها لكن فكرة اعود اندي بحظي هو ده الفكر السلبي اللي انت بتكلم عليه طيب